مرحبا وتحياتي للجميع في تراثنا الحضاري العربي الإسلامي هناك محطات مضيئة كثيرة جدا وهناك كنوز دفينة كشف النقاب عن بعضها والبعض الآخر باعتقادي لا يزال ينتظر أن يكتشف من هذه المحطات البراقة في هذا التاريخ الكبير يبرز مذهب الاعتزال الذي ظهر في حوالي القرن الثاني الهجري والذي كان بمثابة منارة عقلية فكرية يعني وصل إشعاعها إلى أماكن بعيدة جدا تخطط رقعة انتشارهم الجغرافي وهذا كان للأمان حال أغلب المدارس والمذاهب الفكرية الإسلامية التي كانت تعتبر هي قمة الفكر الإنساني في ذلك الوقت وطبعا هذا أمر لا نقوله من باب الاسترسال وإنما هو أمر مؤكد لأن أغلب الأفكار التي طرحها الفلسفة المسلمون وعلماء الكلام وتلك النقاشات العميقة فكريا ودينيا التي كانت تحدث كل هذه الأمور تم ترجمتها ونقلت إلى القارة الأوروبية وطلع عليها كبار المفكرين الأوروبيين وتأثروا بها وأيضا درست لقرون طويلة خاصة في المدارس التي تأخذ جانب الفلسفة الدينية السوكلائية المسيحية هذه الفلسفة المدرسية الدينية التي نقلت من خلالها أغلب هذه الأمور والأفكار الدينية والفلسفية والفكرية للحضارة العربية الإسلامية إلى العالم الغربي وأيضا تعتبر هذه الفلسفة هي إحدى الأسس أو ركيزة أساسية سيقوم عليها صرح الفلسفة الغربية الحديثة في هذا الفيديو المتواضع سأحاول أن أبين بعض من أوجه الشبه ما بين بعض من أفكار الاعتزال الأساسية وبين بعض من أهم نظريات أو أفكار ثلاثة من أساطين الفكر الغربي هم ريني ديكارت ولاي بنتيز وإيمانويل كونت مع حفظ الألقاب طبعا وهنا أنا يعني كي لا أفهم خطأ لا أحاول أن أجزم بأن هؤلاء الكبار قد سرقوا أو اقتبسوا من المعتزلة كي لا يقولني أحد ما لن أقوله لأنه ليس من السهل أبدا يعني التعامل مع هكذا قضية أو التأكد من هذه الجزئية وكما أقول دائما فبالنهاية في نهاية المطاف الفكر الإنساني هو نتاج لعقل مشترك ما بين كل البشر وبالتالي إمكانية تشابه الأفكار إمكانية قائمة واردة وبقوة طبعا مع عدم استبعاد يعني فرضية السلهام مفكر لأفكار مفكرين سابقين عليه وتطويرها وهذا يعني أمر مشروع فكريا قام به حتى أكبر الفلاسفة في الحضارة الإسلامية طبعا من خلال استلهامهم للتراث اليوناني للفلسفة اليونانية التي أعادوا صياغتها من ضمن التصور الديني الإسلامي المهم أنه يعني أنا ما أريد أن أقوله في هذا الفيديو أو في غيره من الحلقات التي أضعها خاصة في سلسلة الفلاسفة المسلمين هو أن يعتز إنساننا بما أنتجه هذا الشرق من تراث فكري وثقافي وأن لا نكون مجرد مرآة تعكس الفكر الغربي وتنبهر به هذا الفكر الذي إن عدنا إلى أصوله فمن ضمن الأصول التي قام عليها هو ذلك التراث الحضاري الكبير والإنتاج الثقافي الذي كانت عليه المنطقة العربية والإسلامية فإذا دخلنا وبشرة بالموضوع فسنقول أن التاريخ يسجل أو يحفظ للمعتزلة أصبقيتهم على العديد من الفلاسفة ومن المفكرين الغربيين فواحد من هؤلاء مثلا هو أبو الفلسفة الحديثة الفينسوف الفرنسي الكبير المعروف ريني ديكارد الذي يسجل التاريخ أصبقيا للمعتزلة عليه في وضعهم لمفهوم الشك المنهجي فالمعتزلة كما مر معنا سابقا اعتمدوا على العقل في تأسيس عقائدهم وفكرهم وقدموه على النقل وعلى كل شيء وقالوا بأن هذا العقل هو أول الأدلة فكان يعني في سياق طبيعي النتج لديهم مفهوم الشك المنهجي يعني حتى الإيمان رأاه المعتزلة لا يخرج عن نطاق أيضا أو يجب أن نتعامل به مع منهج الشك أنه لا يصح مثلا بالتقييد أو بالوراثة بل يجب أن يقوم ويؤسس على النظر العقلي فأن تؤمن بالله مثلا مجرد تقليد أو وراثة طيب من وجهة ظرهم يعني ما هو الفرق هنا بين هذا المسلم الوارث لدينه وبين من قبحهم الله في القرآن الكريم إن كان من الكافرين أو المعاندين الذين رفضوا دعوة الأنبياء بحجة أن هذا ما وجدنا آباءنا عليه حول هذا الأمر يقول أبي الهذير العلاف وهو أحد أكبر أمة الاعتزال أن على كل فرد الشك في معتقداته حتى يصل بعقله إلى العلم الذي تسكن إليه النفس ولا يكون اليقين برأيه إلا إذا سبقه الشك ولكي يدعم موقفه هذا سنرى يستشهد بظاهرة وجود الملحدين في كل عصر وزمان طبعا للقول بأن معرفة الله ليست فطرية وإلا لم ألحد أحد وأن معرفة الله نصل إليها بالنظر والبرهان العقلية أما من حيث المنهجية عند المعتزلة منهجية الشك فهي تبدأ مع إشكالية مثلا مطروحة وتكون هي إثبات شيء لشيء أو نفي شيء عن شيء بالتالي نحن هنا أمام قضية إثبات أو نفي في هكذا نوع من القضايا يعني لا يوجد حل ثالث طيب إذا لم يتوفر لدينا الدليل العقلي الواضح الصريح الذي لا يشوبه أي التباس فهنا لن نستطيع أن نجزم لا بالإثبات ولا بالنفي وإلى أن يتوفر الدليل لن نحكم بصحة إحدى الأمرين على الآخر طبعا هذه الطريقة هذه العملية أو هذا الموقف النهائي هو ما يسمى بالشك المنهجي القائم على الدليل والذي طبعا غايته هو الوصول لليقين بجملة أخرى يعني لكي نوضح أكثر فسنقول أنه عند أي مسألة معينة في حالة عدم توفر الأدلة فالمعتزلة تقول أن الشك هو الخيار المنطقي السليم وليس الإنحياز لأي يعني إن كان للإثبات أو للنفي حول هذه القضية فهذا ما قاله وما كان عليه المعتزلة في حوالي القرن الثاني الهجري الموافق تقريبا للقرن الثامن الميلادي رينيدي كارت وبعد حوالي تسع قرون تقريبا اعتبر أن الشك هو أولى مراتب اليقين لذلك الرجل كما نعلم شك في كل شيء تقريبا حتى في الله والدين وفي وجوده الشخصي ووجود العالم وخلص من شكه هذا إلى الكوجيتو الشهير بمعنى أن الشك والتفكير هما لديه دليل وجوده ومن هنا ارتكز على هذه المقدمة على هذا الدليل الذي لا يخالجه أي شك على هذا اليقين وانطلق لاحقا لإثبات وجود الله ووجود العالم فإذا عقدنا مثل مقارنة بسيطة بين المنهجين سنجد أن هناك اتفاقا شبه تام حول أغلب مبادئ هذا المنهج أو لنقل كي نكون أكثر دقة أن ديكارت اتبع المعتزلة بما أنهم السابقين طبعا في أساسيات هذا المنهج فقد سلم ديكارت بضرورة الشك خطوة أولى وأيضا وافقهم في كون اليقين هو ما يسبقه شك أيضا خلصة إلى اعتقاد نستطيع أن نسميه معتزلي أساسي وهو أن العقل هو وسيلة اليقين وأيضا بأنه لن يحكم بأي قضية دون توفر دليل يقيني واضح كوضوح الشمس وربما الاختلاف الوحيد بين المنهجين أو بين الفريقين هو أن ديكارت شك في وجود الله بينما المعتزلة سلموا بوجوده دون أي شك لكن طبعا مع حثهم ودعوتهم للناس لتدعيم هذا الإيمان من خلال الدليل ومن خلال البرهان العقلي بالانتقال لما بين المعتزلة واللايبينتز فيقول عميد الأدبع العربي الراحل الكبير طاحسين أن علماء الكلام المسلمون سيصابون بالدهشة إذا قرأوا فلسفات لايبينتز لأنهم سيجدوا في فلسفته أفكار مألوفة جدا لديهم تشبه بشكل لافت ومثير للانتباه كل تلك الأفكار التي ما زالت موضوعات للنقاش في حلقات الفكر الإسلامي أو في الأزهر عند دراسة مذهب الاعتزال وفعلا المعتزلة واللايبينتز هناك أوجه اتفاق كبيرة فيما بينهم إذا صلتنا الضوء على نقطتين مهمتين من هذه النقاط المشتركة فسنقول أن النقطة الأولى هي مفهوم الله ذاته فالمعتزلة كما نعلم وكما مر معنا كانوا يرون أن صفات الله لا تنفصل عن ذاته وكانوا يقولون أن الله سبب جميع الأشياء وفيه سبب وجودها وأنه بناء على ذلك هو واجب الوجود وقديم وأن العالم بما أنه ممكن لا يمكن أن يوجد دون سبب كان يسبب وجوده ويجعله مفضلا على عوالم أخرى ممكن لله أن يخلقها مثله وهذا السبب الكافي وراء خروج هذا العالم كما يقول المعتزلة هو يوجد في عقل وإرادة الله فبالمقابل إذا طلعنا على فكر لايبنتز سنجد أنه أيضا ذهب إلى إثبات وجود الله عن طريق إمكان العالم وضرورة وجود سبب كافي لوجوده ووجد لايبنتز هذا السبب الكافي أيضا في عقل الله وإرادته يعني تماما كالمعتزلة لبل أن لايبنتز كان أيضا متماهيا مع الفكر الأتزالي بشكل كبير جدا عندما سلم لله بصفات العقل والإرادة والقدرة وقال بأن هذه الصفات هي عين ذات الإله هذه هي النقطة الأولى ونرى مدى التشابه الكبير ما بين الرأيين النقطة الثانية هي حول مفهوم العدل الإلهي فالمعتزلة لم يكونوا فقط أهل التوحيد وإنما كانوا أهل التوحيد والعدل وكانوا يرون أن الله بما أنه عادل مطلق على العدل لا يمكن أن يعاقب البشر إلا بحسب أعمالهم وطبعا هذا القول أو هذا الرأي يستنتج بالضرورة أو يستدبع بالضرورة القول بحرية الإنسان فبدون هذه الحرية سيكون عدل الله باطلا وليس كاملا لكن أيضا المعتزلة الله لديهم ليس فقط هو عادل بل هو أيضا كل الخير والحكمة بالتالي لا يمكن برأيهم أن يريد الله الشر الله لا يريد إلا الخير وهذا الخير أيضا لابد أن يكون هو الخير الأمثل الأفضل أصلح الممكن أفضل الممكن من الخير وإلا لما كان الله خيرا كامل الخير ولا حكيما كامل الحكمة فالقول مثلا يعني على سبيل المثال أن هناك خيرا أفضلا أو أن هناك يعني خير هو أفضل الممكن أو هناك خير مثالي جدا لكن الله لم يرد فعله فهذا انتقاص من كمال الله لذلك هم يرعون المعتزلة أن كل شيء أوجده الله هو القمة هو أفضل وأصلح الممكن في مجال الخير طيب من يقرأ لايبينتز حول هذا الأمر حول رأيه في هذا الأمر سيتفاجأ فعلا بنظرية تكاد تكون صدى لنظريات المعتزلة فالفلسفة الألمانية الكبيرة لايبينتز رأى أيضا أن الله كان في مقدوره مثلا أن يخلق عدد لا نهائي من العوالم الممكنة طيب لماذا اختار الله هذا العالم بالذات ليخرجه إلى الوجود لابد أنه اختار طبعا كما يقول لايبينتز أكثر العوالم تجانسا وأرقاها في درجة الكمال أو بعبارة أخرى اختار الله أفضل عالم ممكن أن يخلقه وأخرجه إلى الوجود وبالتالي ليس بالإمكان أصلا أن يوجد شيء أفضل مما اختار الله أو من هذا العالم الموجود وإلا كما يرى لايبينتز لكان هناك انتقاسا من حكمة الله وقدرته أيضا لايبينتز تماما كالمعتزلة قال أن الله لا يريد إلا الخير وأنه لم يرد الشر وطبعا فسر الأمر ووضع نظريات مهمة حول هذا الأمر فقال مثلا أن وجود الشر في العالم هو بسبب انحراف الإنسان عن الله بحكم تطلعه من ما هو أعلى إلى ما هو أدنى بحكم أن لديه حرية إرادة وحرية اختيار وطبعا إلى أمور أخرى يمكن لمن يريد الاستزادة في هذا الموضوع أن يتابع حلقات التي تكلمنا فيها عن لايبينتز لكن المهم أو الشاهد في الموضوع هو أن نرى مدى هذا الاتفاق ما بين رأي لايبينتز حول نظرية أصلح الممكن وأيضا حول نظرية خير الله وأنه لا يريد الشر وأنه لا يخلق إلا الأفضل وإلا الأصلح الممكن فنجد كما قلنا تماهي كبير واتفاق فعلا كما قال طاحسين ملفت للنظر ومثير للاهتمام حتى أن هذا الفيلسوف الكبير طاحسين سأل في آخر مقال كتبه حول هذا الموضوع متسائلا هل هذا الشبه؟ هل هذا القرب الكبير في الأراء هو هكذا بحكم الصدفة فقط؟ أم أن لايبينتز اطلع على فكر المعتزلة واستلهمة منه؟ طيب في مكان آخر من العالم وتحديدا وزمن آخر وتحديدا في ألمانيا وبعد عشر قرون على ظهور المعتزلة ظهر الفيلسوف الكبير إيمانويل كانت وأخذ كما نعلم على عاطقه إعادة الاعتبار لمكانة العقل التي زعزعها وحطى من قيمتها الفلاسفة التجربية وقال أن في العقل مبادئ متعالية أولية قبلية هي المسؤولة عن تظهير وقولبة وإخراج ما تمدن به التجربة الحسية طبعا هذه الأسطور القليلة أو هذه الأراء التي طرحناها بكل بساطة يعني لكانت يعني لغاية نهاية هي أيضا في أوجه اشتراك كبير ما بينه وبين المعتزلة فمن مثل مثلا مركزية العقل مكانة العقل أيضا مقولات العقل الكانتية القبلية والتي فيها الشبه إلى حد ما مع ما أسماها المعتزلة المقدمات اليقينية أو الأولويات العقلية المحضة عندهم لكن بالتحديد ما أود أن أركز عليه هو عن مذهب كانت في العقل العملي أو المعرفة العملية ومدى هذا وتشابه وقرب هذه النظرة لدى كانت مع الرأي الاعتزالي فكانت بعد أن خلص في كتابه نقد العقل الخالص إلى أن معرفة الله وكل المورئيات هي معرفة محالة من جهة العقل النظري فإنه كخطوة ثانية قام في كتاب نقد العقل العملي ببناء السلوك العملي فاعتبر أن الفعل الذي يقوم به الإنسان بملء إرادته الكاملة يكون على قسمين قسم أول نقدم عليه لفائدة أو لمصلحة لمنفعة من ورائه القسم الثاني هو فعل نقدم عليه ولا يترتب عليه لا منفعة ولا فائدة وإنما نحن نقوم به حبا به أو لأنه جميل لأنه فعل جيد فعل مستحسن لأنه واجب كما يقول كانت ينبع من داخل العقل ومن داخل الضمير الإنساني وطبعا بعد بحث فويل انتهى كانت إلى نظريته في الواجب الأقلاقي الذي هو متطابق إلى حد كبير جدا مع قائدة الاستحسان والاستقباح عند المعتزلة والتي كما نعلم تقول بأن العقل والفطرة السليمة قادران على تمييز الخير من الشر والحلال من الحرام بشكل تلقائي وذاتي وطبعا يظهر هنا مدى أو ذلك الانسجام التام بين ما أقره المعتزلة وما قاله كانت ويمكننا أن نحدد بعض هذه النقاط المشتركة بين الجانبين على الشكل التالي فأولا سنجد اتفاقهم التام على أن العقل قادر بمفرده على تحديد الخير وتحديد الشر أو مفهوم الخير ومفهوم الشر ثانيا هو رفضهم لأن يكون الشرع أو الدين هو مصدر ومرجع الأخلاق فمسألة كما يرون تحديد الجيد من السيء يعني هي مسألة عقلية فقط يسميها المعتزلة كما نعلم التحسين والتقبيح العقليين بينما يسميها الكانت القانون أو الواجب الأخلاقي وأيضا ذهب الفريقين الاعتبار أن الأخلاق هي أخلاق لذاتها من دون إلزام أو جزاء فالواجب الأخلاقي عنده كانت هو واجب في ذاته وهو عنده المعتزلة أيضا تكليف بسبب الصفات الموضوعية الموجودة في الفعال الأخلاقي بالتالي رأوا أنه لا يجب أن يكون الواجب أو التكليف الأخلاقي هو بسبب طمع بالثواب أو بسبب الخوف من العقل ثالثا أيضا سنجد أنهم قالوا من خلال رأيهم هذا بعمومية الأخلاق أو بمعنى أن الأخلاق هي أخلاق عالمية بشكل أو بآخر طالما أن مصدر هذا الواجب الأخلاقي إن كان عنده كانت أو هذا التكليف عنده المعتزلة هو ذلك العقل المشترك ما بين كل بني الإنسان وأخيرا فالفعل الأخلاقي هو المحور الذي يرتكز عليه التفكير الاعتزالي في الحرية فكما يرون أن العدالة تقتضي أن يكون الإنسان مسؤولا عن كل ما يفعل وأن مسؤوليته تقتضي أيضا أن يكون حرا في اختيار أفعاله وإلا ستكون محاسبته على ما لم يكن له خيارا فيه هو قمة في الظلم وهذا يتنافى مع عدل الله المطلق على الجانب الكانت في نفس هذه النقطة أيضا كان الفعل الأخلاقي لديه هو أساسي لتقرير المسؤولية الأخلاقية للإنسان لكن وسيلة كانت كانت هي احترام صار وشديد للقانون وللواجب الأخلاقي يعني بحيث يكون فوق أي اعتبار آخر ففي نهاية هذا الفيديو لأن هذا باختصار ما أحببت أن أصلت الضوء عليه من أوجه الشبه والتقارب ما بين المعتزلة وما بين هؤلاء الثلاثة الكبار من فلاسفة الغرب وأشكركم أنا في النهاية على حسن الاستماع وإلى اللقاء